مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة ماذا بعد ظاهرة الزحلاء في التلفزيون السعودي؟ أتابع باستمرار التلفزيون السعودي الحكومي كي أعرف ماذا تود أن تقول المخابرات السعودية للشعب السعودي المسلم كيف تريد أن تشكل عقله وأسلوب ونمط حياته ونظرته للإسلام والدين والعلمانية وأوروبا وإسرائيل وأمريكا فوجدت ظاهرة غريبة وهي أن حجاب مذاعات التلفزيون السعودي الحكومي كل يوم بيزحلق لورا شوية يعني النهارة تلاقي مزيعة مبينة خصلتين شعر من هنا بعد بكرة تلاقي الحجاب المزيعة الثانية رجع وورا شوية بعده الحجاب رجع لورا شوية الواحد ما أشعر هي دي محجبة ولا سافرة؟ يعني هي بين بين لا عارفين نقول محجبة ولا عارفين نقول سافرة لحد ما جابه ضيفها بقى كانت مركبة الحجاب لحد يدوك بيداري أفاة فده حكم جديد جدا عند النظام السعودي بيخترعوه في الشريعة الإسلامية هو أنه الحجاب مهمته أنه يداري الأفاة أفا السد لكن شعراء وكذا لا فكل شيء قاعد يتزحلق فطبعا لما تأملت الموقف وجدت أنه ظاهرة الزحلقة التي تشهدها التلفزيون السعودي دي معبر عن وضع السعودية ككل أن السعودية كلها حاليا على الزحلقة كلها بتتجه إلى الفقر نزل في القاعة سأل فقر حتى بالآمس كنت أسمع قناة الجزيرة فقالوا والله ده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هيبيع مطار الملك خالد ثاني أكبر مطارات المملكة فقلت اللهم أسطر يا رب ده إحنا بدأنا في مسلسل عسكر في مصر نحن الآن كل الشركات في مصر شركات أجنبية وأصبح الشعب المصري المسلم عبيدا عند الأجانب يعني بعد مثلا خمس عشر سنين هتلاقي بعد ما كان يجي واحد زحلقة تعاوز اشتغل في السعودية أقول لك هاتلك كفيل هيبقى السعودي نفسه على كفالة أجنبي هيبقى الكفيل بتاعه واحد أجنبي المهم نرجع للموضوع ظاهرة زحلقة الحجاب في التلفزيون السعودي طبعا لا يمكن أن المزاعات يعودوا يزحلقوا في الحجاب هكذا كل شوية الحجاب هيقى على ورا هيقى على ورا هيقى على ورا مفيش دابيس ولا ايه مش عارف أو في نقص قماش لا يمكن أن يحدث هذا إلا بأمر من المخابرات أو موافقة من المخابرات هيب تسمع كده لكن أنا أعتقد أن الأمر مقصود وإن مسألة الزحلقة في الحجاب ستصل إلى درجة حضر الحجاب ومنعه تماما في مكة والمدينة في مهد الإسلام كيفان؟ هنجد أن النظام السعودي بدأ من التسعينات يعني بتتكلم من ثلاثين سنة والنظام السعودي وضع خطة لنشر الصفور والتبرج ده بين نساء المسلمين النساء المسلمات في بلاد الحرمين الشريفين بهدف في النهاية أن تصبح السيدة المسلمة والفتاة المسلمة بعيدة عن الإسلام وحياتها كلها بتشاهد مناظر سافرة وخليعا فبدأ النظام السعودي بإطلاق قنوات MBC وكان بيرعاها طبعا الملك سلمان لما كان أميرا قبل ذلك وكاية مهمة هذه القنوات أن هي يديرها آل سعود ولكنها لا يفضل في الظاهر محسوبة عليها قناة MBC دي بتاعتني قناة الرأس والخلاعة وكذا والبنات تطلع لبسها كذا وفانيلات وحمل لبس داخلية وهكذا على شاشتها بالتالي والنظام السعودي نفسه والذي يدفع أمواج يعني النظام السعودي يدفع أمواج للرأسات وكذا كي يأتي يا أفلانة أنت هتيجي النهاردة هنديك كم مليون دولار وتيجي لبس الشورت وتطلع على ششة بالشورت أو تطلع بالفنلة الداخلية فينفق ملايين الدولارات وانفقت مليارات الدولارات عشان الرأسات والمغنيات تطلعوا بالملابس الداخلية وبالشورت وبالفنلة الحملات على الشاشة كي المسلمات في السعودية يبدأنا في تقليل ذلك وما هو يدفع الفليز دي ليه هل يعني قناة ام بي سي وما دفعوا فلوس لعمل مصابقات ليه حفاظ القرآن الكريم التلفزيون التركي الرسم الحكومة هذا العام عمل مصابقة ليه حفاظ القرآن الكريم على غرار أرب أيدر بس اللي كانوا فيه بقى مش رقصات لا كانوا ناس حفظوا كتاب الله المهم فطبعا أيضا النظام السعودي فتح بقى مجلات نسائية المكياج المقب شفت الشفايف شفت مش عارف ايه بحيث المسلمات في السعودية ويتم شراء هذه المجلات وما إلى ذلك وفتحوا بقى صحف مثل الشرق الأوسط وغيرها وروتانا وروتانا خليجية وروتانا أفلام وروتانا رأس وروتانا مش عارف مكياج وروتانا ايه وروتانا ايه وروتانا فعملوا شبكة وسلسلة كاملة وظلوا يضخون ويغزون البيت السعودي بحيث انت بتتكلم من 30 سنة والشبكة الإعلامية لقال سعود شغالة لما البنت المسلمة الصغيرة اللي تولدت من 30 سنة النهاردة عندها 30 سنة وقام فتحت عينيها على قناة الام بي سي وقنوات كذا وقنوات كذا بتاع قال سعود وهي شايفة الرقصات وكذا فأنضحت هذه الفتاة لا تعرف شيئا عن القرآن الكريم لا تعرف الكثير عن الإسلام ما فيش مشكلة انه نعمل محطة للقرآن الكريم أو كذا وخلاص وحتى احنا بنطلع الناس اللي عودوا يتكلموا في الحيض والنفاس وكذا وبحيث الناس يبدوا لها ان الإسلام ده حاجة وقيادة المرأة حرام هي قط المرأة دي حلاة لكن لابد ان احنا نمنحها نقعد نقرأ ليه الإسلام وإلا قيادة المرأة طب المشيخ بقى اللي هم هناك دول قاعد يوفت ان قط المرأة حرام حل حد منهم فتح بقه فتح فمه انتفقوا بكلمة لما لقى الولية وشعراء كله سافر وما فيش بس أفاهة حطة الحجاب عليه فيه بقى الاسترجال انت كنتم مسترجلين على المسلمين في قطر احنا هنوريك وهنعمل في وجه ما تورنا الاسترجال بتاعكم اين الاسترجال يا جماعة مهم فطبعا جرى خلال 30 سنة الطفلة اللي كان عندها 10 سنوات في السعودية الطفلة المسلمة عندها 10 سنوات وبدأ بتشكل وعيها النهاردة عندها 40 سنة النهاردة تشكل وجدانها على الأغاني والرأس وروتانة خالجية وروتانة أفلام وروتانة كده وروتانة كده هنا النظام السعودي لما وجد انه الشاعب المسلم في بلاد الحرمين الشريفين والنساء المسلمات بدأت أعينهم تألف وضع الصفور والمكياج وكده وتجيب مثلا قناة العبرية بتاع اسرائيل او قناة اسرائيل مسمى بالعبرية تلاقيها بقى شغل ايه برنامج مش عارف ايه ايه الميكاب عملت كم عملية في شفايفك حطيت السيليكون طب نفختي بايه لمشايف عملت ايه وهكده لشغل المسلمات وبنات المسلمين في بلاد الحرمين الشريفين بالسيليكون والنفخ تلاتين سنة او اكتر من تلاتين سنة شغل في هذا الموضوع بعد ذلك بدأ النظام السعودي بقى ينقل الامر الى داخل الايه الى داخل التلفزيون الحكومي نفسه فبدأ بقى تظهر لك المزيعة ايه تزحلق شعرتين تزحلق شعرتين تزحلق الحجاب شوية لقى تزحلق اكمامها يعني انت هي لابس نص كم ولا نص كم هيكده وبعدين فجئنا قالك لأ ظاهرت البسكليتة ان فيه بنات بتركب بسكليتة وعملوا وعملوا مكانه تركب بسكليتة وتمشي في الشارع يعني قدرت السيارة ممنوع لكن ركوب البسكليتة حلال عنده وراحوا جابوا التلفزيون يصور وطبعا التلفزيون لا يمكن ان تصور فيه السعودية الا بموافقة المخابرات طبعا ولا يمكن يتم تنظيم هذا الصباح بالبسكليتة للبنات والنساء والبيت تركب وتعمل هكذا الا بموافقة المخابرات ويجر تسود دالي وبعدين جات المود الخلود دي البيت اللي طلعت ويلا مؤخزها بتتصور ويعني لابس شورت وبطنها كلها ظاهرة في قلب السعودية وقال لك براءة اصلحنا كان فيه واحد بيصورها وبعدين هو الوحش اللي نشر صورها على الوسائل اللي توصل الاجتماعها طب وما قبطوش على الوحش ده ليه طب وهي يمكن ان واحدة تمشي في مكان عام علني وده ركن العلني يعني والله لو انا بسوء عربيتي وماشي الساعة اتنين بالليل والطريق فاضي وفي حالة سكر اقوله الشرطة بتقفوني اليه ده انا كانش حد في الطريق واحد ماشي فحالة سكر بيين الساعة هاد الفاجر وماشي حد في الشارع يلقى الخبض عليه انه تم ضابطه في حالة سكر بيين ركن العلني واحد شهاء تم واحد في الشارع ومشاعد مكانش فيه حد بقت جريمة تسبع على دليل لأنه مكان علن المهم فوجدنا طبعا هذا كله مفاده ايه ان النظام السعودي بيشجع مش بيشجع بيدفع المسلمات في شعب البلاد الحرامين الشريفين الى الصفور والحجاب والمقبل العملات النفخ والشد والتجميل وما الى ذلك يعني دفع بسرعة شديدة مرؤية عشرين ثلاثين هذا يجعلنا نسأل انفسنا الزحلقة بتاع الحجاب دي هتعدت الزحلقة واللدوم رفع هتعدت الزحلقة والملابس من تحت تبدأ تقسر النظام السعودي عاوز يوصل المسلمات في السعودية لايه اذا نظرنا ليه التجارب المشابه في تركيا المسلمة جرى امر مشابه في النظام العالمي يظل يشجع على السفور حتى في خلال اقل من خمستاشر سنة تم فرض عمل حضر على الحجاب في مصر صورة 1919 الخائنة هدى شعراوي زوجة الخائن سعد زغلول كان عامل للانجليز سعد زغلول ورح قابل قائد الجيش الانجليزي على مطار على محط السكة الحديث في القاهرة كي يشجعه على وهذا هو ما كتب سعد زغلول في مذكراته او يومياته يعني يشجعه على انه هيقاتل جيش الدولة العثمانية جيشه المسلمين الذي كان يدفع عن القدس سعد زغلول ده احد المتورطين في تسليم القدس الانجليز واليهود وقامت اسرائيل وده موضوع اخر وبعد كده خله هو زعيم مصر يعني فهنا لما قامت بقى زوجته هدى لما قامت زوجته صفية زغلول لما قامت بايه قامت باشعال النرف الحجاب في ثورة 1919 بعد اللي لك في عهد جمال عبد الناصر اصبح الحجاب ممنوعا مش بقرار ولكن ممنوع فعلا لدرجة ان سمعت الاسد المجاد حزم صلاح ابو اسماعيل بيرو وبيحكي قصص السيرة ان القاهرة كلها لم يتبقى فيها سوى فتاة او طالبة واحدة في المدرسة محجبة وان هذه الطالبة كاية النظرة كل يوم تقلع الحجاب تشيد الحجاب من عصر وتحطها على الارض ومدرسة تقف بجزمتها على الحجاب ده في القاهرة القاهرة اللي كان يحكمها صلاح الديل ايوب وعمر ابن العاص وبيبرس وقوتز الذين هزموا الصليبيين هذا في عهد جمال عبد الناصر لم تكن في القاهرة ولا محجبة سوى النساء العواجيز فقط فانت لديك نموذج حصل في مصر نموذج حصل في تركيا حصل في تونس حصل في كذا فاذا استمر المنوع على ما هو عليه فان مخطط النظام السعودي هو حضر الحجاب والدعوة للصفور ممكن بعد ذلك بقى نجد فتح الكبريهات وفتح الخمراء ما هو قدي سكة هذا المخطط انا حدث منذ خمس سنوات كنت استضيف الدكتور مراد وهبة الدكتور مراد وهبة هو رجل ملحد ومسيحي وده استسفى تسفى يمكن عند تسعين سنة في مصر حاليا ولا حاجة ومسيحي هو من الناس الحقودة على الإسلام جدا يعني حتى يقول لك مش عارف الإخوان المتأسلمين مباحث أمن الدولة مش عارف الإرهابية حاجات كده يعني تقولي الرجل ده المهم فأنا جلستي ليه يا دكتور قال لي نعم قلت له مصر إلى أين أيامها بقى بعد ثورة 25 نغير كنا احنا دايما نقول لي مصر إلى أين اللي يحصل في مصر ما أنسى يحكم مصر قال لي يا ابن انت عارف المبدأ السادس من أهداف ثورة يوليو 1952 بتعجمها العبد الناص تقول لي يا دكتور وأنا كنت في المدرسة وأحفظ قلت له أيوة إقامة نظام ديمقراطي سليم أو إقامة حياة ديمقراطية سليمة حافظ بقى البند ست قال لي وإيه البند ستة في بيان المجلس العسكري يوم 11 فبراين لما عز المبارك تاني يوم بقى 12 فبراين طلع بيان من المجلس العسكري عم التحال الشهداء وكذا والبند ستة قلت له تسليم البلاد لحكم مدني منتخب برضو البند ستة نفس الرقل قال البند ستة بتاع جمال عبد الناصر ثورة يوليو 1952 هل تحقق؟ قلت له لا قال لي والبند ستة بتاع المجلس العسكري لن يتحقق وهو حصل فعلا ما تحققش تقول لي من؟ قال لي لأنه انتخابات تعني طيار إسلامي وحكم إسلامي وهذا الأمر ممنوع أمريكيا محضور فالمهم هو قال لي بقى انه الأمراء السعوديين دعوا في مهرجان الجنادرية اللي بيعملوا في السعودية وبيقول سألوني وقالولي يا دكتور مراد ماذا نفعل؟ أو السعودية أمامها كم سنة كي تكون المجتمع السعودي يكون مثل أوروبا ده ده المخطب بتاع الأمراء السعود إن تبقى الرجل المسلم في السعودية زيه زي بتاع أوروبا نفس الحياة المسلمة في السعودية تكون مسلمة مثل المرأة في أوروبا شو بقى المرأة في فرنسا مشت زيه ولا في بريطانيا ولا كده هذا هو المخطب فهو بيقول فهو بيقول أنا قلت لهم انتوا تقدركم هتستغرقوا كم سنة كي يعني تخرجوا المجتمع السعودي من هذا إلى هذه الحالة فقالوا تقدرنا مئة سنة فبقول لا قلت لهم لا انتوا ممكن خلال خمسين سنة تجعلوا المجتمع السعودي مثل المجتمع الأوروبي من خلال إحياء ثقافة وفلسفة ابن رجد وازاي فتلاقي بقى إيه يوسف شهين عمل مش عارف فيلم ابن رجد ومش عارف مين عمل إيه ومركز ابن رجد وصوله ابن رجد وكذا طبعا لإن إحنا لا مهتمين لابن رجد ولا ابن عباس ولا الفلسفة ولا الكلام ده كله فيبدو طبعا هو رجل طبعا كوله وبتاع فلسفة وكذا فمش عارف ابن رجد وكلامه لكن واضح أن النظام السعودي صار التغيير العقيدة بالسلوك نحن نبعت البنات والأولاد إلى أوروبا يتعلموا هناك عند النصارى عند الصليبيين فيعودون بأسماء إسلامية وبسحنة إسلامية ولكن بروح صليبية لذلك تلاقي ناس مرة واحد طلع مع فصل القسم على الجزيرة والكويت ولابس الإعال وكذا وقول لك إن أردوغان يجب خلعه لأنه سبح بالصلاة في المساجد يعني هو يجاهر بأنه ضد الإسلام وضد الصلاة وضد الصوديون لأنه يعني مع المسلمين فلسطين ضد إسرائيل لأنه إزاي يسمح بالحجاب هكذا أي روح صليبية هذه وتعصب صليبي رأى من اسم محمد غلبريم والعسنين وأنا قلت بقبل أن أسبح ما أنت تتودي الشباب المصري المسلم كله في الإسرائيل اليهود والصهاينة ربه يعلموه وبعدين يرجعه لك مصر ماذا يحدث هيرجع شباب صهيون فهذا الذي يجري في السعودية أن النظام السعودي يرسل كل الطلبة والطالبات للخارج للدراسة في الخارج ويعودوا بعد أن تم غرسهم وتشبعهم بالحياة المسيحية والصليبية بالإضافة بقى للقناة اللي شغلها من بر فتبدأ البنات هما طالبت تطلع زرطف تطلع تربع على هذا هذا السمو تغيير العقيدة بالسوق فلما يجي تقول لها الحجاب فارد تبقى متضايقة لما ترجع شعرك حرام تتضايق جدا وتنفر إن خلاص هي أدمنت نمط الحياة هذا ختاما كي يوريك بس نموذج نمط الحياة هذا عندنا في مصر مرة كنت ذاهب للعريش كان تعال بقى ناس السيسوية قبل الانقلاب العسكري اللي هما بعد كده يحملوا اسم السيسوية فسائق السيارة اللي كانوا يوددناها مدينة العريش في مصر فكان يقول لي الرئيس مرسي وحش واجب خلعه ليه يبني يقول لي السيحة فأقول لا أرقام السيحة كده وكده الاقتصاد أقول لا أقصدت حسن بكده كده البنوك البنوك بديت حسن كده 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 المهم أربع ساعات أنا طبعا أرد عليه كل ما قول حاجة لأن أنا مذاكر كنت في مجلسات الشعب والشورى بغطي كإعلامي وامتبع وقرأ كل التأرير والإحصائات والمناقشات وكده في الآخر قال لي بص فأم ولك حاجة قلت له وين قمسك علبة سجاير من الباب العربية وقال لي شايف دي قلت له آه مل قال لي محمد مرسي لو كمل هيعمل زي غزة قلت له غزة يعني إيه اللي عميته غزة قال لي منعه السجاير في غزة قلت له يعني أنت بتعرض محمد مرسي وتريد خلق محمد مرسي علشان علبة السجاير قال لي آه فتابعته بقى أنا قلت حطه حتى المرأب فإحنا نزلنا كان يوم جمعة ما صلاش الجمعة وكل الصلوات لا يصليه وممكن نارضة عطل عن العمل وهذا أشبه باللي بيعطى مخدرات أو بانجو أو هيروين أو كده فتلاقي اللي بيأخد بانجو أو هيروين واستعدي يبيع عفش بيته وفلوسه ويروح عشان يشتري الهيروين أو المخدرات والتاجر يبيع المخدرات يمكن يضربه ويزيله ويشتمه ويديله بالجازمة ويقول له ماله ويكذا فهنا بيتم خلق رمض حياة بحيث أن المسلم أو المسلمة تدمنه وبعد ذلك عندما تقول له ده أسمح مريض لما تيضل هذا الحرام وهكذا يرفض ويتضج جدا زي اللي حاصل بالنسبة للشواطئ زي اللي حاصل بالنسبة لمدارس الأجنبية المختلطة وهكذا فطبعا الوضع في السعودية متجئ إلى منحنة كارثي مقبل على فقر على بيع ممتلكات البلاد مقبل طبعا على هيبقى الوضع طبعا فيه كثير من علماء المسلمين في السجون أنا شايف أنه يعني وضع السعودية في قدوم خمس سنوات سوف يكون وضع الشعب المصري المسلم في ظل حكم السيسي هكذا أرجو مشاهدين أن تكون الصورة قد وضحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته